بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن عملية كي الرحم ردا على سؤال ورد في القناة من بعض حبيبنا المشتركين وأحببت أن أعمم هذه الفائدة لأهمية هذا الموضوع وكان جواب السؤال كالتالي أهلا وسهلا بك في قناتك حسب ما فهمت أن عملية كي الرحم حصلت معك أربع مرات سأورد لك بعض المعلومات من الممكن أن تساعدك في الوقاية والعلاج وهذه النصائح تكون بعدك كي قرحة الرحم ويجب الالتزام بها وذلك تجنبا لحدوث المضاعفات والتي تشمل الآتي من المضاعفات تناول الأدوية المسكنة في حال الشعور بألم بعد الكي أيضا يجب العلم بأن مثل هذه العملية قد يرافقها نزيف قد يستمر ما بين شهر إلى شهر ونصف وهذا أمر طبيعي أيضا الحرص على استخدام فوق صحية والابتعاد عن السدادات القطنية حتى أن يحين موعد الدورة الشهرية مع الحرص على تبديلها بشكل منتظم أيضا الابتعاد عن الجماع لمدة أسبوعين إلى ثلاثة بعد العملية أو بعد أسبوع من انتهاء النزيف إن وجد أيضا الاستمرار في أخذ حبوب منع الحمل في حال كنت تأخذينها قبل العملية أيضا الابتعاد عن حمل أشياء ثقيلة أو ممارسة رياضات مجهدة وذلك لكي لا يزيد النزيف أيضا استخدام المراهم التي تحتوي المضادات الحيوية كما هو مطلوب في حال قام الطبيب بصرفها أيضا تجنب السباحة بعد العملية إلى أسبوع بعد وقف النزيف ويمكن استخدام الحمام بعد العملية مباشرة مع الحرص على التنظيف بشكل لطيف ومن النصائح للرعاية طويلة الأمد بعد كي عنق الرحم من المعروف أن نسبة نجاح عملية كي عنق الرحم لا تصل إلى 100% فإنها لا تلغي ظهور أعراض في أي جزء من الرحم لم يتم استئصاله أو كيه ومن هنا يمكن أن يكون الكي عدة مرات كما حدث معك لذا يجب المتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات بشكل دوري أهمها فحص مسحة عنق الرحم وإجراء بعض الفحوصات الأخرى مثل التصوير في حال أظهرت مسحة عنق الرحم نتائج غير طبيعية أما إذا ظهرت الأعراض التالية بعد العملية فذلك يستدعي مراجعة الطبيب طبعا إذا ظهرت هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب منها فيجب الاتصال بالطبيب على الفور في حال ظهور أحد هذه الأعراض مثل استمرار الألم بالرغم من تناول المسكنات وعدم القدرة على إخراج الغازات أو التبرز عدم القدرة على الإخراج أو الصعوبة في الإخراج أيضا زيادة في إفرازات المهبل مع وجود رائحة لها أيضا وجع في المعدة أو عدم القدرة على شرب السوائل أيضا ظهور أعراض التهاب مثل الحمى أو الانتفاق أو الإحمرار أو أي ألم أيضا النزيف الحاد أيضا ربما يظهر ألم في القدم أو خلف الرقبة أو باطن القدم إذا ظهرت هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب وغالبا تعد عملية كي الرحم ناجحة بنسبة 85 إلى 90% وللتأكد من ذلك يقوم الطبيب بطلب مسحة لعنق الرحم بعد 3 إلى 6 أشهر من العملية ليتأكد من أن الخلايا التي كانت على السطح قد اختفت ولم تتجدد ثانيا ودعواتنا لك بالشفاء التام ودمتي وأحبتك بأحسن حال وعلى الرحب والسعى دائما في قناتك كان ذلك جوابا على السؤال ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وإلى اللقاء مع معلومة صحية جديدة